موسيقى منذ ستمائة واثنتين وسبعين ساعة وغزة تحت القصف المستمر شهداء يرتقون وجرح مقعدون ومنازل أصبحت في التراب وجولات مستمرة بين الفصائل ومفاوضات ليست مباشرة مع الجانب الإسرائيلي برعاية مصرية لتثبيت التهديئة وحقن دماء الفلسطينيين الذين يستشهدون بالمئة الفصائل الفلسطينية تشاورت فيما بينها وتوجهت إلى مصر على أمل الوصول إلى حل يوقف القتل والدمار في قطاع غزة هدفنا الرئيسي لذهابنا إلى القاهرة هو رفع الحصار عن قطاع غزة الإفراج عن المعتقلين بالضفة وغزة ممر آمن الوفد الآن رح يلقي مع الأشقاء في مصر وإحنا نعتبر أن أشقاءنا في مصر شركائنا في ما نتعرض له كشعب فلسطيني العالم يحكم أن الوفد الفلسطيني ملتزم وبأن إسرائيل من خلال عدم حضورها إلى القاهرة مصر على الاستمرار في العدوان والتمسك بالاحتلال وبالتالي هي وحدها من يتحمل مسؤولية تبعات كل أعمال أيام العدوان هذه شهدت أكثر من اتفاق للتهديئة لكن الاحتلال الإسرائيلي خرقها وإذا ما حسر جنوده بين النار والبحر هب ليطلب النجدة من الولايات المتحدة الأمريكية لطلاب التهديئة لكنه يفرض عضلاته على المدنيين والآمنين ولا يجرؤ على مواجهة فلسطيني يقاوم ببندقية وحجر وإرادة خيارات التهديئة عنوانها المتاهة عنوانها عدم الحسن بالنسبة للطرف الإسرائيلي وبالتالي هم لم يتوقع أن يصلوا إلى ما وصلوا إلي أن يضطروا لمفاوضة الطرف الفلسطيني رغم أنهم لم ينفذوا الحد الأدنى مما قد رسموه في بداية هذه الحرب إسرائيل تعيش كما ذكرت متاهة هل تعلن وكأنها انهزمت كما قال قائد المنطقة الشمالية نوي قال نحن خرجنا مهزومين يوم الاثنين صباح الغد سيكون حاسما بالنسبة للتهديئة تهديئة تريدها الفصائل الفلسطينية لوقف قتل الأطفال والنساء لأن المعركة ليست متكافئة ولا متساوية فالطيار الإسرائيلي في طائرة الـ F-16 والآخر في طائرة الأباتش لا يهمهم أين ومتى وكيف يقع الصاروخ بقدر ما يهمهم أن تصطدم طائراتهم بأرواح الفلسطينيين التي تصعد للسماء جهود الهدنة تبذل والطائرات الإسرائيلية لم تتوقف وعدد الشهداء وحده من يتقدم في هذه المرحلة كثيرون من يتسلقون على جدران غزة وجثث الأطفال فماذا سيأتيك يا غزة بعد الحصار والدماء والدمار والجرح والشهداء ومن يتباكون عليك بعد انتهاء العدوان أحمد براه من رؤية رام الله اشتركوا في القناة